بالنسبة لمرض انسداد شرايين القلب هو استكمال لامراض الجهاز الدوري وخاصة القلب في جسم الانسان معروف ان امراض القلب وانسداد شرايين القلب بالتحديد من اكتر امراض القلب شيوعا والاطباء بيصنفوه لانه من السبب الرئيسي للوفاة بين النساء ورجال في معظم دول العالم هو مرض انسداد الشرايين في القلب كنا ذكرنا في حلقات قبل كده ان الشرايين التاجية بتعمل على ايصال الدم الى القلب طيب في حل انسداد الشرايين التاجي بالتحديد بنسمى المرض ده مرض انسداد الشرايين التاجي يعني المرض يسمى بنوع الشرايين واسم الشرايين اللي فيه المشكلة اللي فيه الجلطة مثلا او فيه الانسداد طيب مرض الشرايين التاجي قلنا هو مرض بتتراكم فيه الجلطات او الدهون الدهون الدرة بتتراكم فيه الشرايين وبتضيق الشرايين وبتعيق مسار الدم طبعا بتتكون الكوليسترول ده بيترصب عليه بعض الجلطات الصفائح الدموية مما يعيق سريان طيار الدم طيب بمرور الوقت بيزداد ضيق الشرايين ويؤدي ذلك الى انسداد شرايين القلب وبالتالي قلة التغذية الدموية المتاجهة الى القلب انسداد شرايين القلب مشكلة طبعا خطيرة لانه بيؤدي الى الاصابة بالنوبة القلبية او الزبحة الصدرية فيه بعض الاعراض اللي هي بتظهر على المريض شأنها شأن اي مرض اخر عضوه بيصيب جسم الانسان فاحنا بتتكلم عن اعراض انسداد شرايين القلب الاعراض اللي الاطباء رصدوها معظمها اللي بتظهر على المرضى المصابين بانسداد شرايين القلب اول عرض وهو عرض مشترك وشائع بيشكو منه المرضى هو الام الصدر او ما يعرف به الزبحة الصدرية المريض بيشتكي دايما بوجود الام في صدره و الام الصدر اللي هي لها مسمى اخر وهو الزبحة الصدرية بنقسمها الى نوعين اما زبحة صدرية مستقرة او زبحة صدرية غير مستقرة وفي فرق بين النوعين طيب الزبحة الصدرية اه هي عبارة عن اه انسداد شرايين القلب نتيجة تراكم الكوليسترول الدار وبعض الصفائح الدموية وتكون جلطات داخل الشريان مما يسبب الام في الصدر دايما اه مرضى الزبحة الصدرية او مرضى اه انسداد شرايين القلب بيشتكوا من بيحسوا بتقل في الصدر حتى بعد المرضى يقول له حسس كأن حد بيضغط على صدري او فيه اه شخص قاعد على صدري فيه ضغط رهيب على الصدر بيشعر به المريض طبعا اه هذا الضغط بيسبب الم الالم ده بيمتد اه ممكن لمنتصف الصدر او الى الجانب الايسر وممكن المرض ده او الالم ده عفوا يمتد الى ان يصل الى الزراع والكتف وقد يصل الى فك المريض كل هذا ينزل وينبئ بوجود مشكلة في شرايين القلب اه طيب بالنسبة للزبحة الصدرية المستقرة هي اكتر انواع الزبحات الصدرية انتشارا وشيوعا بتأتي في صورة النوبات وبتظهر امتى في حالة بزل مجهود وخصوصا عند ممارسة الرياضة وتتوقف الالم المصاحبة لها عند الراحة دي زبحة صدرية مستقرة اما الزبحة الصدرية الغير مستقرة اه دي بتعتبر اكتر خطورة هي اقل شيوعا من المستقرة ولكنها اكثر خطورة ليه لانه لا يمكن التنبؤ بها ومن الممكن ان الاطباء وجدوا ان هي خطورتها انها ممكن تستمر مع المريض حتى وقت الراحة يعني مش مرتبطة بس بوقت البزل اللي شو تردد لا قد تمتد الى وقت الراحة اه من الاعراض اه اكثر شيوعا لانسداد شرايين القلب هو العرض التاني ما يعرف به النوبة القلبية النوبة القلبية او اللي هي بنقول عليها الازمة القلبية او الهارت اتاك النوبة القلبية اه النوبة القلبية تحدث عندما يتم توقف الامداد الدموي لعضلة القلب القلب مش وصله دم طيب فالقلب بيبزن مجهود ومش لاقي غزة مش لاقي دم مش لاقي اكسوجين يلبي احتياجاته فطبعا بيصاب الانسان بنوبة قلبية او بهارت اتاك ممكن يغمى عليه اه يعني فجأة كده المريض واذا لم يتم اسعافه طبعا بيتوقف القلب وقد يموت المريض عشان كده بيحتاج بقى انعاش قلب ويحتاج الى تنفس صناعي ويحتاج الى رعاية طبية فورية طريقة في المستشفى طيب ايه اعراض النوبة القلبية برضو يعني مهمة وان احنا ننتبه لاعراضها عشان نتجنبها الاعراض اللي بتزعى على المريض اللي هيصاب بالهارت اتاك المريض بيحس بضغط وضيق والم في الصادر ايضا هذا الالم قد ينتشر ويمتد مع المريض فجأة جاله الالم والالم انتشر في زراعه وانتشر في منطقة الرقبة وممكن يصل الى الفاك طيب ايه كمان المريض ممكن يشعر بعرق بارد يعرق ويحس انه هو اه في برودة رغم ان يعني فجأة جسمه برد حاسس ببارد اه ممكن الدوار المريض يدوخ اه دوخها مفاجئة قد تضطروا الى ان هو لو واقف يقعد او لو قاعد بيحس ان اه زي ما بيقولوا كده ايه الدنيا بتتحرك به فممكن يحس ان هو هيقع وهو رغم ان هو قاعد اه بيحس ان هو يفقد التوازن طبعا الغسايان وبيشعر المريض بألم في البطن وممكن يشعر بحرقة في المعدة ضيق النفس مش قادر المريض ياخد نفسه بيبدأ المريض نتيجة صعوبة التنفس يسعل يبدأ يكوح يبدأ المريض يحصل له شحوب في الواجه في نقص كبير في الاكسوجين فيبدأ يصفر المريض لونه يتحلق اللون الاصفر يبدأ وجهه يشحب نتيجة نقص الامداد الدم والاكسوجين بيشعر المريض بتعب شديد وقلق وارهاق ايضا بنلاحظ ان دقات قلب المريض سريعة وغير منتظمة دقات قلب المريض سريعة وغير منتظمة دي الاعراض المرتبطة بالنوبة القلبية او ما تعرف بالهر تأتيك العرض التالت من اعراض انسداد شرايين القلب ضيق التنفس ضيق التنفس معروف ان يؤدي انسداد الشرايين القلب الى عدم قدرة القلب على ضخ الدم الكافي لتلبية احتياجات الجسم فبالتالي بيشعر المريض بضيق فيه الصدر وبيحتاج الى مزيد من الهواء بيحصل عنده صعوبة في النفس او التنفس بيشعر بالاختناق وبيشعر المريض بصعوبة عند اخراج هواء الزفير لما حتى يخد النفس عشان يجي يطلع وحاسس بصعوبة فدي اعراض من اعراض مشاكل شرايين القلب العرض الرابع هي اعراض متنوعة يعني مختلفة قد يشعر بها المريض تتمثل فيه التعب طبيعي جدا مرضى القلب عموما بيبقى الجسم الاقل لمجهود بيشعر المريض بالتعب بيشعر المريض بزيادة دقات القلب بيحدث للمريض تورم في الساقين هي تورم الساقين بيعتبر من الاعراض الشائعة لمرضى القلب والشرايين طيب ازاي الطبيب بيشخص انسداد شرايين القلب الية تشخيص انسداد شرايين القلب بتكون عن طريق ان الطبيب بيقوم ببعض الاجراءات والفحوصات البدنية واختبارات الدم وممكن يطلب اشعة لكشف وتشخيص انسداد شرايين القلب طبيعي بيقوم الطبيب اخصاء القلب بعمل رسم قلب او ما يعرف بالتخطيط الكهربي للقلب عشان يرائب ضربات القلب منتظمة قوة انقباض البطين والازين في القلب من خلال تخطيط الكهرب قد يطلب الطبيب او اخصاء القلب مخطط لصدى القلب اللي هي بيسموها الايكو اشعة الايكو على القلب اللي هي اشعة الصنار اللي بتبين للطبيب ودي من التقنيات المتطورة واللي لها فعالية كبيرة في تشخيص امراض القلب بتبين للطبيب حالة التجاوف اللي في القلب سمك عضلة القلب مشاكل الصمامات في القلب هل في بيحصل نسبة ارتجاع في الدم بين الازينات والبطينات ولا لا في مشاكل في الشرايين المتصلة بالقلب ولا يعني معلومات كتيرة جدا بيوفرها اختبار او اشعة الايكو او مخطط صدى القلب ايضا قد يطلب الطبيب اختبار الاجهاد او التحمل ان المريض بيخلوه اه يعني يطلع على جهاز اللي هو جهاز الجارية اللي بيسموه مشاية الجارية الرياضية وبيبقى متصل بها اجهزة لقياس نبضات القلب وقياس نسبة الاكسوجين فبيشوفوا الى اي مدى كل ما يصرعوا سرعة الجهاز وسرعة الجارية بتاعت المريض قلبه هيتحمل ولا لا اختبار الاجهاد او التحمل القاسترة القلبية والصورة الوعائية ودي بتتضمن حدوث اه ادخال منظار الى داخل القلب وهي طبعا من اكتر الفحوصات برضو دقة الاسترة القلبية وصورة وعائية من داخل القلب ومسح القلب ودي تصوير بالاشعة اشعة المقطعية بتعمل مسح للقلب وبتبين الحالة العامة ووظائف القلب بصورة عامة دي كان اهم المعلومات اللي احنا حابين نوضحها لحضراتكم بخصوص موضوع انسداد شرعين القلب ان شاء الله نستكمل موضعاتنا في حلقات جاية ونقابل حضراتكم ان شاء الله على خير اشتركوا في القناة